في اليوم المئة لم يستطع الفلسطينيون ولم يستطع أي أحد من أعضاء المنظومة الدولية بوقف إطلاق النار ووقف جرائم الحرب ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ولكن بعد هاي المئة يوم صار في تغيير سيشهد التاريخ بأن جنوب أفريقيا وفلسطين استدرجت دولة الاحتلال ودولة الإرهاب المنظم إلى الأدوات القانونية واضطرت للوقوف والدفاع على نفسها أمام جرائم الحرب لترتكبها أمام جريمة الإبادة التي ستوثق للتاريخ أنها جريمة الإبادة الأكبر وجريمة الجرائم في القرن الواحد وعشرين وبالتالي كنا نتأمل أن يتم وقف كامل إطلاق النار وأن يتم إطلاق صلاح جميع الأسرة وأن يرتقي القيادات السياسية العسكرية في دولة احتلال الإسرائيلي وبما في ذلك القيادات السياسية في البيت الأبيض وفي بريطانيا وفي ألمانيا والدول الحليفة لدولة الاحتلال بينهم يرتقوا لمستوى الأدوات السلمية والدبلوماسية في حل الصراع والتعامل مع المشكلة ولكن للأسف اختاروا الصواريخ اختاروا الدم اختاروا القتل اختاروا استهداف الأطفال والمدنيين والمدارس والبيوت والكنائس والمساجد في حين رأينا كيف كانت ردة فعلهم للتعامل مع اليمن والأمور التجارية في دفاعهم عن العلاقات التجارية والمالية والسفن في استخدام يعني فيه ردود فعل كانت فورية بالمقابل هنا أكثر بعد أكثر من مئة يوم على يعني أكثر من 23 ألف شهيد فلسطيني عشر تلاف منهم أطفال النساء حتى اللي عايشين اليوم في قطاع غزة مثل ما ذكرتي حوالي 2 مليون نازحين يعني بيعيشوا من غير أبسط حقوق الحياة من غير أبسط ظروف الصحية المعيشية هل باستغاعة القطاع أي تحمل أكثر يعني هذا هو السؤال اليوم اللي نسأل أمام هذه التطورات وأمام يعني مئة يوم من حرب لم تنتهي بعد يعني مثل ما حكت نتنياهو بالأمس لن يوقف أي أحد ولا أي شيء عن حربه وإجرامه ومسيرته في قتل المدرين الفلسطينيين القطاع يشمل 2.3 مليون مدني فلسطيني هؤلاء بشر وبالتالي إذا ما أردنا أن نكون واقعيين ونتحدث باللغة الواقعية السياسية ريال بوليتيك يجب أن نكون صريحين مع أنفسنا ونقول أي إنسان في 2024 هذا الذي يعيش في غزة أو أي مكان بالعالم يستطيع الصبر أكثر من ذلك يعني من غير أي أبسط حقوق الحياة مش عم نحكي بس عن الكهرباء والماء والمسكن عم نحكي عن الهواء عم نحكي عن البيئة الصحية النظيفة عم نحكي عن وقف النار ووقف الصواريخ ووقف الإعدامات المتكررة وكمان بدنا نذكر أنه هذول المئة يوم أيضا لم تتوقف أعمال الإجرام في الضفة الغربية الاعتداءات اليومية كمان عنا يعني الأسرة والشهداء كل يوم في الضفة الغربية في كل أماكن توجد الشعب الفلسطيني من الشمال للجنوب